لم تكن المرة الاولى تعلم هنية انها ان زارت منجما اخر فسوف يدعوها لزيارة ضريح اخر من اضرحة الاولياء الصالحين هي الان في الاربعين ولمن يسألها تقول انها لم تتجاوز الثلاثين بعد كثيرون هم الذين يبتسمون بلؤم وهم يسمعونها تتحدث عن سن عمرها لم تتزوج هنية قط ولا زالت تمني النفس بزوج يحبها وتحبه لم يكن في الامر ما يستدعي الاستغراب او العجب يحق الهنية كما لغيرها من البنات والاولاد ايضا الحلم بشريك حياة يستوفي كل الصفات المرجوة فيه ولكن هنية بنت المعط الزراد التي ولدت وترعرعت في الجديدة كانت تستعجل الزواج كلما رأت واحدة من بنات الحي ممن تعرفهن تقيم حفل زفافها كانت تحس في كل مرة بانها تعيسة الحظ وكانت نسوة كثيرات ممن تحدثت اليهن يقولن لها ان عليها ان تبادر بتدارك الامر بل ان منهن من كنا توحين اليها بان ما هي فيه انما هو من تأثير سحر عمل لها في كل مرة كان الحديث يفضي الى توجيهها الى الفاقه فلان او العرافة فلانة لعلها زارت كل العرافات والمشتعوذين المعروفين في الجديدة وفي اطرافها ولانها لم تتزوج فانها تلح في طلب من سيكون الخلاص على يديها تكاد تجن لم يكن بها عور ولا عرج ولا اي من تلك العلل التي يتذرع بها الكثيرون لاقصاء الاخرين حالت لها مرة احدى العرافات اختاري من تريدين من الشبان وانا ازوجك اياه كلام العرافة جعلها تمضي اياما في البحث عن الشاب الذي تريده زوجا حرست هنية على ان يكون وسيما ومن ابناء احدى العائلات المحترمة وقع اختيارها على شاب من ابناء الحي كان يساعد والده في ادارة ضيعة لهم في اطراف الجديدة شاب لا يرى في الحي الا حين يكون عائدا من الضيعة حين يركن سيارته النفعية قرب باب منزلهم اسمه يونس على هنية وقد حسمت اختيارها الان ان تنتقل الى الفعل فقد طلبت منها العرافة ان تأتيها بصورة له او قطعة من ثوبه او شيء يخصه لم تكن مهمة يسيرة تعلم هنية انها لن تستطيع دخول منزل عائلة يونس لانها لا تقيم اي علاقة مع اي من بناتها فكرت في البحث عن من يستطيع القيام بذلك كانت لتلك العائلة خادمة تساعد في اشغال البيت حرست هنية على التقرب منها ولم يكن صعبا عليها ذلك ولما ارتاحت اليها فاتحتها في الامر قالت انها تريد شيئا من لباس يونس ولم تدع لها فرصة للرفض اذا اخرجت من جيبها ورقة من فئة مئة درهم كانت مطوية عدة مرات ودستها في يدها اضافت وهي تنظر في عينيها اريده غدا ابتسمت وودعت المرأة التي اصيبت بالذهول تعلم هنية انها لن تستطيع التراجع وقد صدق توقعها في الغد مساء جاءتها خادمة عائلة يونس لم تطل الوقوف ببابها سلمتها كيسا فلاستيكيا وودعتها دخلت الى غرفتها مسرعة واقفلت الباب فتحت الكيس فوجدت به تبانا رجاليا وضعته على السرير وصارت تنظر اليه ثم ضمته اليها سبح اليوم التالي كانت هنية اولى زبائن العرافة سلمتها ما حصلت عليها يومها لم تطل المقابلة تواعد على لقاء جديد بعد يومين على هنية ان تحضر معها خمسمائة درهم وكما تفعل عند وداع زبائنها كررت العرافة تلك اللازمة التي تدور حول جلب السعد وتحقيق المستحيل لما زارتها من جديد وسلمتها المبلغ الموعود تسلمت هنية التبان الذي يفترض ان يكون ليونس ولانها شديدة الفضول فقد فتحته عندما عادت الى البيت ولاحظت ان به بقعا لونها يميل الى الاخضر الفاتح لم ترغب في المضي ابعد فقد كان فيما رأته دليلا على ان العرافة قامت بالمطلوب عليها الان ان تقوم بالتالي وان تدفن التبان في مكان لا يكتشفه احد وقد دفنته في مقبرة انتظرت هنية عدة اسابيع تأتيها اشارة من يونس بل انها كانت تتعمد التواجد غير بعيد عن المكان الذي يركن فيه سيارته احيانا حين تلتقي نظراتهما تبتسم وتحرص ان تكون ابتسامتها جميلة كما تمرنت عليها لساعات طوال امام المرآت ولكنها لم تتلقى اشارة من فتاها الموعود ثم بعد اشهر قليلة علمت انه سيتزوج ابنة عمة له تقيم في الدار البيضاء وايقنت ان كل ما قامت به قد انهار عادت الى العرافة التي كانت قد وعدتها بقلب يونس لم يكن لها من جواب الا ان هناك ربما من تفطن الى الامر فابطل ما تم القيام به من اعمال الجلب كذلك قالت العرافة التي لم تستثني ان يكون التبان الذي جئ به ليس تبان الشخص المطلوب شكت هنية في المرأة التي تخدم عائلة يونس ولكنها وهي تغادر منزل العرافة قررت ان تستعين باناس اخرين تتوهى مهنية كل من قضى المزيد من الوقت دون تمكنها من استمالة شاب يكون شريك حياة لها انها منبوذة من الجميع ومن اسرتها الصغيرة ايضا تقوى لديها ذاك الاحساس بعد ان تزوج شقيقها الذي يصغرها بخمس سنوات كانت لا تطيق رؤية السعادة في نظرات زوجته تغبطها بل انها تحسيدها وقد صارت تفضل الانزواء في غرفتها على مشاركتها مائدة الفطور او الغذاء من حيث لا تدري صارت هنية تغوص كل يوم اكثر في غياه بالشعودة والمشعوذين تنشد منهم تحقيق ما استحال حلمها الاول في الحياة الزواج علمت من امرأة كانت قد التقتها في منزل تلك العرافة ان في مولاي براهيم بنواحي مراكش فقيه مشهود له بالقدرة على فك السحر وجلب الحظ وسرع الجن كانت هنية وهي تنصط للمرأة تعدد تخصصات ذاك الفقيه وقدراته الخارقة تفكر في الوصول اليه في اقرب فرصة تعلم ان الامر لن يكون سهلا اذ لم يسبق لها ان سافرت بمفردها الى خارج الجديدة عليها ان تجد سببا مقنعا يتيح لها السفر الى مولاي بسلهام فكرت في اخبار والدتها مرات نادرة ابلغتها عن استعانتها بعرافات ومنجمين كانت تجد عندها ما يسير رغباتها تعلم انها لن تمانع في القيام برحلة الى مراكش ومنها الى مولاي بسلهام اذا ما تم ذلك فستكون الرحلة الاطول التي ستقوم بها ام هنية منذ ان ترملت قبل اكثر من عشرين عاما على هنية ان تسخر كل ما لديها من قدرة على الاغواء عليها ان تزين لها منافع السفر وخاصة في فصل الربيع كما هو الان تعلم هنية ان عليها ان تختار الوقت المناسب لتفاتح امها في هذا الموضوع الذي تظنه شديد الاهمية وكذلك جاءتها ذات مساء من ابريل من العام ستة وتسعين تسعمائة والف كانت قد عادت لتوها من حفل زفاف بنات احدى قريباتها لم ترافقها هنية التي يعلم الجميع انها لم تعد تحضر حفلات الزفاف ومنذ سنواتنا الان مهدت بسؤالها عن الاجواء التي مر فيها الحفل وعن اللواتي حضرن واللواتي غبل وقد استغربت ام هنية ان تسألها ذاك السؤال ولكنها ما لبثت ان انطلقت تحكي لها تفاصيل التفاصيل تحدثت بانشراح واضح عن العروس وزينتها ولامست بحديثها صفات من ملامح العريس كانت تلك فرصة هنية لتطرح الموضوع قالت بنبرة تساؤل هل كنت ستسعدين سعادتك هذا ان كنت تتحدثين عن زفاف ابنتك تنفست ام هنية نفسا عميقا ثم قالت وهل تشكين في ذلك تعلمين يا ابنتي ان اسعد يوم في حياتي سيكون يوم زفافك بانها تعاني لم يكن ذلك ليغيب عن امها التي بدت في السنين الاخيرة وقد استسلمت لما تصفه قدر ابنتها ولكنها كما في كل مرة تأتي فيها على ذكر الزواج نظرت اليها ودعت الله ان يأتيها بالزوج الذي يستحقها كانت هنية تسمع لامها في صمت ثم القت بما عندها قيل لي يا امي ان في ناحية مراكش في مكان يسمى مولا ابراهيم يوجد فقيه له بركات جليلة يفك السحر ويجلب الحظ ويسرع الجن ألا تظنين مثلي يا امي انني اعاني من السحر ترددت المرأة قبل ان تقول لا استبعد ذلك حسادنا كثيرون اسلم امري لله ماذا لو قمنا بزيارة ذلك الفقيه في مولا ابراهيم ماذا عساه يفعل فالنجرب صمتت ام هنية مطولا ثم وعدت ابنتها بانها ستنظر في الامر بالنسبة الهنية فان حوارها ذاك المساء مع امها كان نصف المسافة الى مولا ابراهيم تعلم جيدا انها ستفاتح شقيقها في الامر فقد صار منذ سنوات رجل البيت تعلم هنية ايضا انه لن يمانع انتظرت اسبوعا كاملا ثم صباح يوم مشرق بعد ان رفعت مائدة الفطور سألتها متى تريدين الذهاب الى مراكش وحتى لا تبدو وكأنها تريد ان تفرد ارادتها على امها تركت لها ان تختار موعد السفر قالت لها متى اردت ذلك نظرت اليها امها وقالت استعدي سنسافر غدا من الجديد الى مراكش فمولا ابراهيم سافرت هنية ووالدتها على مدى يومين كاملين كان عليهما ان تمضي ليلة في مراكش قبل الانطلاق الى مولا ابراهيم لم تزور المنطقة من قبل وقد عجبت هنية لعدد الطلب في المسجد الكبير قالت لها امها ان عليهما ان تزور الضريح قبل البحث عن الفقيه الذي تقصدانه وهما في الطريق الى المزار استوقفهما شاب يبدو من هندامه انه طالب من طلبة المسجد سألهما ان كانت تريدان الزيارة او الزيارة ومقابلة فقيه لم تنتظر هنية ان تتولى والدتها الرد فقالت له نريدهما معا في تلك الاثناء اقتعدت ام هنية عتبة منزل في الطريق الى الضريح قالت انها احست ببعض التعب صار الطالب الذي يرتدي عباءة بيضاء ويعتمر تربوشا ابيض يركز على هنية وقد ابلغته من حيث لا تدري بكل ما جاء بها الى مولايبراهيم نهضت الام من مكانها تريد الى الضريح واضطرت هنية الى ان تقطع ما كان بينها وذاك الطالب من حديث وقد وعدها بانه سيكون في انتظارهما وسيقودهما الى الفقيه المطلوب وهما في الضريح بعد ان قامت بطقوس الزيارة قالت الام لابنتها انها غير مرتاحة تماما الى ذلك الطالب وان عليهما ان تجتنباه عندما تقصدان الفقيه لما وقفت بالباب رأته هنية جاء اليهما وهو يلتفت يمينا وشمالا ولما اقترب من هنية بادرته بانها تعرف الطريق الى الفقيه حاول ان يلح عليها لمرافقتهما ولكنها رفضت تراجع الى حيث كان يقف قالت ام هنية انه مضى ليتربس باناس اخرين بعد بضع خطوات استوقفت امرأة في منتصف العمر وسألتها عن الفقيه وذكرتها اسمه اشارت الى باب منزل تتدلى منه ستارة نالت من الاوساخ نصيبا اقتربتا تقدمت ام هنية وازاحت الستارة في بهو بلا سقف على حصيرة جلس خمسة او ستة اشخاص منهم النساء والرجال دخلت الام وابنتها القت ام هنية بالسلام ثم تقدمتا وجلستا حيث انتهى الجلوس في الوجوه التي التفتت لحظة جلوسهما اكتشفت هنية وجها لم يكن عنها بغريب وسرعان ما ادركت انه يونس ذاك الشاب الذي دفنت تبانه في المقبرة فجئ هو الاخر بوجودها لما رأته ينظر اليها ابتسمت له ثم تبين لها انه جاء بمفرده نهضت من مكانها قالت لامها انها ستبحث عن ماء لتشرب بعد دقائق نهض يونس من مكانه وتبعها كانت تقف في ظل شجرة اقترب منها وسألها هلست من الجديدة؟ نعم وانت ايضا من الجديدة اليس كذلك؟ كنت اراك في الحي ما الذي جاء بك الى مولايبراهيم؟ وانت ما جاء بك الى هنا؟ خفضت بصرها تبحثين عن الزوج؟ ظلت ملتزمة الصمت بينما اضاف كان بامكانك ان تنتظري بدل ان تفعل ما فعلته نعم انك تفهمين قصدي لقد اقرت لنا عيشا وهو اسم الخادمة بكل شيء وحتى التبال الذي دفنته في المقبرة جئت به لاعرضه على الفقيه حتى يفوك ما عملته من سحر لم تطق سماع المزيد جرت الى امها وقفت بباب منزل الفقيه ونادت عليها هيا لنذهب لم اعد اطيق البقاء هنا نهضت امها من مكانها كانت هنية في حالة غير طبيعية اسرعت الخطى الى موقف سيارات الاجرى وبدأت رحلة عودة الى الجديدة لعلها ايقنت ان حبال السحر قصيرة كالكذب اشتركوا في القناة